طائرات إماراتية وفرنسية زينت سماء إكسبو دبي احتفالاً باليوم الفرنسي تحت الشعار سنحتفل بفرنسا زار وزير الخارجية الفرنسي جونيف لدريون موقع إكسبو مشيداً بالانطلاقة المميزة لأكبر حدث في العالم منذ الجائحة إنه لشرف لنا أن نفتتح أول يوم وطني في هذا المعرض الدولي هذا الحدث يعكس الأبعاد الرائعة للعلاقة التي تربط بين فرنسا ودولة الإمارات وأقول ذلك كشخص أتى إلى هذه البلاد أكثر من عشرين مرة لقد كوننا صداقة قوية منذ فترة طويلة سمحت لنا بالعمل على مشاريع جديدة وتحت قبة الوصل رفع العلمان الإماراتي والفرنسي فيما أشاد الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش الإماراتي بعمق العلاقات الفرنسية الإماراتية وتقارب الرؤى بين البلدين في مجالات عدة نحن فخورون بالعلاقات الثنائية بين فرنسا والإمارات كما تستمر الإمارات العربية المتحدة في العمل على أن تكون من أكبر الشركاء الاقتصاديين لفرنسا في المنطقة وفي السنوات المقبلة نتوقع أن يزدهر حجم التجارة المتبادلة بين البلدين ويصل إلى نسبة أعلى مما كان عليه واختتم لودريون زيارته بمؤتمر صحفي أكد خلاله أهمية الشراكة الإماراتية الفرنسية زيارة وزير الخارجية الفرنسي جاءت على هامش افتتاح جناح بلاده في أكسبو جناح يزخر بأطياف الفن والثقافة الفرنسية العريقة أما جناح فرنسا فستأخذك فيه الأنغام الباريسية إلى رحلة عبر الفن والتاريخ والفلسفة لكن قبل أن تذهب لا تنسى أن تجرب حلوى الماكرون الفرنسية الشهيرة كريم ناصر سكاي نيوز عربية من إكسبو دبي سكتلاح اشتركوا في القناة شكرا